هل بقى طبيعي خلاص ان شبابنا يمشوا ورق اي حاجة بتحصل على التيك توك من غير ما يفكروا لمجرد ان هما يعملوا مشاهدات ويبقوا ترند يعني بعد ما خلصنا من تحدي كتم الانفاس وتحدي تشارلي وتحدي جرح الشرايين طلع الاسبوع اللي فات تحدي جديد وانتشر بسرعة جدا على التيك توك وفي التحدي ده بيقوم مجموعة من التلاميذ بحمل زميلهم وقصفوا لفوق الاعلى وبعدين بيسيبوه يقع على الارض عشان يشوفوا ماذا تحمله وطبعا مش قادر اقولكم حجم الكوارث اللي حصلت بسبب التحدي ده شفت اصابات بارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة وكسر في العمود الفقري وكوارث تانية كتير ولكن طبعا كانت اشهر حالة هي حالة الشاب احمد خالد واللي عمره 15 سنة بس وبيدرس فيه سنة تانية اعدادي واللي اتصاب بالشلل التام بسبب التحدي ده بعد ما كان بطل الجوده على مستوى الجمهورية بصراحة كده ومن غير تزويق كلام انا ابتدت حيث ان موضوع التحديات ده الهدف منه هو ضرر الشباب دولة اللي بيقلدوا من غير ما يفكروا يعني الموضوع بجد بقى مش طبيعي انه كل كام يوم يطلع تحدي بيعرض حياة الاطفال دول او الشباب دول للخطر وبينتشر بكل سهولة في العالم كله ولان الموضوع بقى خطر جدا وزي ما قلت لكم من شوية بقى جمان منتشر بالزيادة عن اللزوم هيكون معنا دلوقتي مدخلة من هايدي المصري خاصية التربية اهلا بك هايدي اهلا رهام عملا ايه الحمد لله هايدي عايزة ابتدي معاكي واعرف منك ايه رأيك في موضوع التحديات ده قصي التحديات ده بقت جزء من العالم بتاعنا النهاردة بصراحة يعني ما بقناش نقدر ننفصل عن اللي بيحصل في العالم حوالينا واكتر ناس الحقيقة بتتأثر به طبعا هم الشباب والمراهقين الصغيرين وده اخر احصائيات بتقول كمان انه التأثير على الاكتئاب والازمات النفسية اللي بيعدي بيها الشباب من الترينز والسوشيال ميديا طبعا تأثير قوي جدا 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 ازاي نفهم اولادنا يا هايدي خطورة التحديات دي بس انا شايفة ان اللي بيعملوه شباب عمرهم 15 و 16 سنة يمكن اكبر كمان يعني المفروض فاهمين ده كويس فاهمين لكن الحب الفضول وحب التجربة وخلي بالك في الحتة بتاعت 13 ل 15 و 16 الفكرة في انه اكون صاحب اللي بقود الشلة يبقى بايونير بيعمل حاجة الناس ما بتعملهاش التريند اللي بقنا بنسميه ودافع انه يكون الروش والكول في وسط الشلة بيخليه يعمل حاجات مش محسوبة حتى وان كان هو عارف خطورتها لو سؤالك في الجزء ده كمان يا ريهام ازاي احنا كاهل او كبيت نقدر نتابع ده او اطفالنا او ازاي نقدر نعمل كنترول بشكل ما على المراهقين او الشباب اللي عندنا في البيت لو الجزء ده انا عايز اتكلم فيه مش عايز اتكلم فيه على السوشيال ميديا مش عايز اتكلم فيه من برا البيت عايز اتكلم من جوه البيت اني بصاحب ابني اني بعمل معاه تواصل اني كثير بنقعد كعيلة وكافراد نتكلم عن المبادئ والقيم والصح والغلط واصول الدين واعرف ابني مش بالمواعز علشان احنا ساعت بنفهم الموضوع ده غلط يا ريهام للأسف والولاد ساعتها بيفصلوا عننا وما بيحققش الغرض المطلوب من المناقشة المناقشة هنا ليه علاقة بالاخذ والعطل ليه علاقة باني بسأل اسئلة واسمع ابني فاهم ايه وايه اللي واصله ايه اللي هو مستوعبه من السوشيال ميديا او من الترانز او من اصحابه او من الافكار ساعتها بيبقى عندي المساحة انا كاهل او كمربي اني اصلح المفاهيم الغلط لكن لو هدي بقى مواعز واقول له غلط وحرام واحبسه واقطع النت واعمل شوية الحاجات اللي متعارف عليها احيانا اللي فيها سمات من سمات العنف احنا هناخد في المقابل ولا حاجة هناخد عند بس وهناخد صعوبة في التواصل وهيفضل الطفل او المراهق برضو بيجري ورا الترند لانه من جوه مش شبعان مش مش مرتاح مش فاهم اصلا انه السلوك ده لازم يطلع من جوه مش بس السلوك من برا يقبل او يرفض بصي هايدي انا عايزة اسألك على حاجة انا عملتها شخصيا مع ابني لما شفت الفيديو وشفت الولد وهما بيطيروه في الهواء وبعدين واقع على الارض انا وريت الفيديو زي ما هو بالضبط الابني وبعديها حكيت له ايه اللي حصله تفتكلي ده تصرف صح ولا غلط خليني ابعد برا سؤال صح وغلط بس خليني ارجع للي انت عملت يا ريهان جزء منه انك تعرفة انه ابنك هيستوعب الفيديو ده فيه اطفال ممكن تخاف ممكن يجي لها كوابيس فاقصد انه بيفرق هنا حسب عمر الطفل او المراهق وحسب استيعابه والتواصل ما بيننا يعني فيه اهل تاني ممكن يعملوا اللي حضرتك عملتيه لكن بطريق التخويف شوف شوف اهو حصله ايه انت هتفضل تعمل كده لغاية ما تتشله وتبقى في الارض انت وانت وانت فده نوع من التصارف مقدرش اشارعه مقدرش اقول انه هو ده المطلوب لكن انا عايزة ارجع لللي انت عملتي لانه ده اللي احنا بنتكلم عنه التواصل التواصل ده بيرجع لانه احنا دايما بنتكلم بنتكلم في الحلو وفي الوحش وما فيش حاجة اسمها انا مش عارفة اوصل لابني او باوصل له بس علشان اهدده واخوفه لكن انت شرحتي قدرتي انه ابنك هيستوعب بالفكرة وقدمتها بطريقة فيها حب فيها اهتمام بيه وده اللي احنا محتاجين نعمله مع ولادنا طيب انت شايفي ان المفروض سن كام الطفل يكون عنده سوشال ميديا احنا بنشوف ناس قاعدة بتفرج على تيك توك عندهم خمس سنين وست سنين عايز اعرف ايه هو السن اللي ممكن الطفل يكون يكون عنده تيك توك مسلا ده سؤال صعب او يا رهام بس والله كلنا محتاجينه صعب اجاوب عنه بصراحة لانه كلنا احنا كبار اصلا احنا مش قادرين على تيك توك فتخيالي صغيرين انا عايز اعرف الامة تسمح لابنها او لابنتها انه هما يكون عندهم تيك توك تقريبا من سن كام ما اعتقدش قبل 12-13 سنة اوكي يعني اعتقد مش قبل السن ده انه يكون موجود لكن مش ده اللي بيحصل فعلا يعني ان كنت بتكلم عن انه اضرار الشاشات للاطفال اقل من ثلاث سنين بليز ما تقعديش ابنك قصادر السكرين ما تديهوش التليفون ولا اليوتيوب احنا بنتطار نعمل كده وبعدين بنعاني ففيه من ثلاث واربع وخمس سنين بيمسكوا لتيك توك زي ما انت بتقولي والحقيقة دي ازمة كبيرة واحنا بنعالج مشكلة بمشكلة يعني لو انا مش فاضية النهاردة وبدي ابني التليفون على فكرة دي مشكلتي انا مش مشكلته هو فانا النهاردة انا بعرض ابني لانواع من المخاطر اكتر بكتير قوي من اني قدي جزء من تفكيري او اني ادور على حاجات تشغله تكون ايجابية وتأثيرها عليه مش تأثير سلبي انا بصراحة يعني نفسي التيك توك دي تقفل ده رأيي انا شخصيا يعني انت مش متخيلة كمل حاجات اللي بنرجع بيها اولا هو ما فيهوش كنترول يعني انت تقدري ان انت في اي عمر يتفرج على حاجات اكبر بنسنه بكتير جدا مظبوط؟ بصي انا مش مع الفكرة دي بصراحة يا رهام اعذريني ان انا لا لا طبعا اقولي رايك بليز ليه بقى؟ لان انا لو قفلت التيك توك هيطلع برامج تانية ديزني اللي احنا كنا معتبرينها توم وجاري وكارتون عملت لنا مصيبة لسه الشهر اللي فاتوا كم شهر اللي فاتوا ولسه بنعاني من اثرها انا عايزة ارجع للتأثير البيت الجزء اللي اتكلمت فيه انا وانتي من الاول انا ما ادرش اكونت تواصل اعايدي بس انا عندي سؤال ليك مهم جدا في الحتة دي يعني انتي دلوقتي بتكلميني ان يبقى فيه تواصل بين الام او الاب مع الاولاد جوه البيت وانهم يفهمون بشكل ايجابي وانهم يبقوا مركزين ويبقوا 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 تمام انت متخيلة هو ايه اللي بيحصل برا البيت يعني فكرة ان اللي قدامه ده مثلا واحد صاحبه بيقوله ايه ده انت خايف ولا ايه لا انت على كده مش معندكش عضلات زيين الكلام اللي بتقال وسط الاطفال انه هو يحسسوا انه هو لازم يعمل الموضوع ده علشان خطر يبقى معاهم وصاحبهم وفي شلتهم مثلا اه ده مصيبة تانية مهما انت قلت في البيت بتحاولي على قد ما تقدري لكن الحياة برا البيت مع الصحاب بتكون مختلفة جدا وده ما نقدرش نهرب منه يا رجل طبعا انا عشان كده بتابع ابني مين الشلة بتاعته هو قريب من مين هو مين اصحابه الفكرة مش رقابة تخنق مش ده اللي بنتكلم عنه خلي بالك انت لو ابنك مراهب 13 سنة وامتي سحبتي تليفونه عشان تشوفي ايه اللي بيحصل في التليفون هيرفض وهيعند وهيكسر العلاقة بيني وبينك الفكرة في التواصل هنا انه بيكون الضمير الداخلي للانسان لما بنعمل التواصل شبه ان احنا دايما بنقول دايما بنتكلم دايما بنناقش الافكار دايما بنحاول نلاقي حلول ساعتها ابني ما يكونش مزنوق انه الحل مع الشلة دي ومع اصحابه انه يقبل او يرفض ساعتها انا بساعده انه يلاقي حلول تانية زي انه يهرب من الموقف زي ان انا بلاحظ تأثير الشلة دي عليه من بابري فابدأ اساعده انه يلاقي مجموعة تانية او نبدأ نفكر ايه تأثير الولاد دول عليه بحسب سن الطفل طبعا بحسب عمره اجين انا مقدرش امنع المراهق من المجتمع زي ما انا مقدرش امنع على السوشيال بالضبط لكن اللي احنا دايما بنعمله ان احنا بنكون ضمير الانسان الداخلي من ناحية الدين والمعتقدات والاخلاق واللي يقبله واللي يرفضه وساعتها هو ده النجاح في التربية التربية مش الصح والغلط لكن اللي انا بحاول اعمله ان انا اجهز انسان صالح يقدر يختار يقدر ياخد قرارات ويتحمل نتيجتها هايزي المصري اخصائية التربية مشكورة جدا على وجودك معنا